موسيقى أعلنت قصد بدء معركة جديدة ضد داعش في آخر معاقله شرق دير الزور سبق ذلك بحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قرب الإعلان عن انتهاء داعش في سوريا والعراق لكن في المقابل تتخوف أوساط أوروبية وأمريكية من عدم القضاء على داعش كليا واستمرار أنشطته في المنطقة أبدأ معك سهيب جابر طبعا من واقع المنطقة الآن الحديث عن هزيمة بداية يعني معركة أخيرة في آخر جيب من جيوب داعش في المنطقة يعني هل بالفعل هذه المعركة ستحسم وجود التنظيم ما حجمه فعلا فيها وطبعا لو تضعنا في صورة ما يحدث نعم بداية أن أحييكم والسادة المشاهدين وظيوفكم الكرام حقيقة هذه التصريحات وموجة التصريحات سواء من التحالف الدولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو من قسد حتى عن إعلان النهاية نهاية تنظيم داعش حتى اللحظة ما زال التنظيم يعني يسيطر على جزء في شرق الفرات وهو منطقة الباغوز فوقاني ومنطقة السفافنة طبعا هي مساحة قليلة ولكن هناك مساحات أكبر يعني تتجاوز 3000 كم على امتداد البادية بادية حمص بادية ديرزور وأيضا جيوب في بادية السويداء الأسابيع الماضية كانت تشهد تسربا بشكل رهيب يعني باتجاه الضفة المقابلة من مقاتلي وقيادي تنظيم داعش الأسابيع الماضية أيضا شهدت صفقات ما بين داعش وبين نظام الأسد ومسؤولين وقياديين في الدفاع الوطني وأيضا في الحرس الثوري الإيراني أيضا كانوا يسهلون مرور مقاتلي داعش بالتزام مع إعلان رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنهم عازمون على الخروج من سوريا بما أن المهمة قد انتهت ويبدو أن هذا هو السبب الأساسي وراء هذه التصريحات وهو اعتزامه ونيته الخروج من سوريا ولتبرير ذلك يقول أن القضاء على داعش هو قابق أوسين أو أدنى أو خلال أسبوع وطبعا تكرر بحسب ما ذكركم خلال التقرير أيضا منذ قليل يعني هذا الإعلان عن القضاء على داعش تكرر مرارا وتكرارا حتى أصبحنا لم نعود نقدر على طبعا إحصاء المرات التي أعلنت فيها المرحلة الأخيرة من العمليات والحسن ضد داعش ونهاية تنظيم داعش إلى أن وصلت التصريحات إلى أسبوع واحد المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في تصريح له قال أن تنظيم داعش يواصل جذب العشرات من المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق كل شهر كما يحصل على تبرعات وهي نقطة أيضا خطيرة يحصل على تبرعات خارجية مستمرة وما يزال التنظيم يحشد نحو ثلاثة آلاف مقاتل وأن التنظيم مستعد للقتال حتى آخر رجل وحذر أيضا تقرير عن تبعات الانسحاب الأمريكي سواء من سوريا أو من أفغانستان وهنا طبعا يطرح السؤال هل قضية على التنظيم سابقا في الدول التي كان يتواجد فيها في العراق في أفغانستان في مناطق أيضا أخرى في أفريقيا في غيرها هل قضية بالفعل على التنظيم الإجابة وبحسب المعطيات والوقائع لا حتى اللحظة يعني أكثر وفق ما ذكرته سهايب يعني يريد أكثر معلومات أكثر تفاصيل العناصر المتبقية التي يتحدثون عنها أين تنتشر ما حجمها حسب التقريب وهل بالفعل الباغوز فقط هي آخر المناطق التي يتمركز فيها التنظيم نعم صحيح الباغوز هي آخر المناطق في شرق الفرات التي يتمركز فيها التنظيم ولكن هناك جيب للتنظيم في البادية السورية يمتد لأكثر من 3000 كيلومتر متواجد فيها عدد كبير يعني تجاوز 3000 مقاتل الذين أعلن عنهم مفتش وزارة الدفاع الأمريكية يعني للتعديل أيضا على هذا الخبر والمعلومات هم أكثر من 4000 مقاتل ولربما أكثر من ذلك هناك نقطة مهمة أيضا وهي التفجيرات التي انتقل إليها وهي استراتيجية جديدة للتنظيم انتقل إليها من استراتيجية التموضع والتمركز كخارطة نفوذ وسيطرة إلى تنفيذ عمليات إرهابية في منبج في شمال السوري أيضا نفذت عمليات وتبناها تنظيم داعش في الرقة في الحسكة وأيضا في أجزاء من ديرزور أيضا في الريف الشرقي إذن بعد أن نتمعن في هذه التحركات من التنظيم الذي نتمنى جميعنا يعني حقيقة أن ينتهي بالفعل هذا التنظيم وهو طبعا أمر غير سار أن يبقى التنظيم حتى اللحظة ولكن بعد هذه التحركات نجد أن استراتيجية التنظيم فقط هي التي تغيرت ولكن التنظيم مزال موجودا ليس فقط في سوريا وإنما في الدول التي كان يتواجد فيها طبعا سهيب جابر هناك في الآوين الأخيرة هجمات عدة لتنظيم داعش على مناطق لقصد ويحدث خلالها خسائر لقصد في الأرواح وفي أيضا المعدات بالتالي السؤال هل تستطيع الميليشيات الكردية القضاء على هذه الفلول أو ما تبقى من تنظيم داعش خاصة بعد الانسحاب الأمريكي نعم استنادا لما ذكره طبعا ضيوفي كرام منذ قليل عن أن عدة نقاط مهمة مثل أن التنظيم قد انتهى كمشروع دولة أو هكذا بحسب الطموحات التي كان يبنيها قادة التنظيم وإلى أنه انتقل إلى هذه الاستراتيجية وهي طبعا أمور منتفق عليها استراتيجية الخلايا النائمة والتحركات المنتشرة سواء كانت في سوريا أو في العراق هذه الطريقة تحديدا سوف تجعل من قصد عاجزة بشكل كامل وهذا ما يدفعها طبعا للتصريح بأنها قد قضت على تنظيم داعش يجعلها عاجزة مستقبلا عن القضاء الفعلي على التنظيم هذا من ناحية من ناحية أخرى هناك تساؤلات كبيرة يجب الإجابة عليها حيال هذه الجهات التي طبعا تكرر دائما تصريحاتها بأنها تستهدف التنظيم سوف تقضي على التنظيم وغير ذلك إذا ما تحدثنا بهذه الطريقة فلماذا تحتفظ قصد حتى الآن بأماكن للإقامة مخصصة لمقاتلي وقيادي تنظيم داعش وتعتبرها الآن مصدرا للدخل هذه الحقائق طبعا ثابتة وموثقة بأن قصد تعتمد على من تلقي القبض عليهم من قيادي داعش كمصدر للدخل تتقاضى منهم مبالغ ضخمة لماذا تجند في صفوفها كقياديين أمنيين سابقين لداعش سابقا ومتهمين بارتكام جراء حرب في ديرزور وفي سوريا عامة الآن هم قياديون أمنيون في صفوف قصد أين هو مصدر تمويل التنظيم وكيف تدخل المعونات إلى التنظيم أيضا وصلنا خبر اليوم تحديدا عن أن خلال المفاوضات والهدنة الغير معلنة التي كانت في منطقة الباغوز التي ما زال يسيطر عليها التنظيم شرق الفرات خلال هذه الفترة من المفاوضات دخلت مواد غذائية إلى مناطق نفوذ تنظيم داعش أيضا التنظيم الآن يفاوض من مبدأ قوة عندما يحتفظ به عدد كبير من الأسراك الذين من ضمنهم صحفيون مثل صحفي جون كاونتلي وأيضا هناك الأب باولو هناك صحفي الرهبان أيضا محتجزين لدى التنظيم هذه الورقة يستخدمها التنظيم كورقة ضغط وورقة قوة يفاوض بها نحن جميعنا أكرر مرة أخرى نتمنى أن يقضى على التنظيم بشكل كامل ولكن هذا فعليا ويبدو أنه لا يزال هناك جهة ما في مكان ما تحرك هذا التنظيم ولا تريد إنهاوه فعليا وشكرا لسهايب جابر الصحفي من غازي عن تاب عبر السكال شكرا لكم وشاهدين على حسن المتابعة في أمانيلا اشتركوا في القناة